في الارجنتين في احد البيوت ليلا فيه ست اسمها كارلا مشكلتها الكبيرة انها بتسمع اصوات غريبة بتقول لها انها هتموت من فتحة الحوت بتاع المطبخ مش عارفة هي بتهلوس ولا ايه بس من كتر شدة الاصوات خلاص بقت خايفة واستنت لحد اما جزها بلوم يرجع من الشغل وتحكيله عن الاصوات الغريبة في المطبخ فيضحك ويقول لها ممكن يكون بسبب جارنا البرت لانه بيعمل اصلاحات في شقةه او بسبب مجاري الصرف الصحي القديمة وسمع بلوم الصوت بنفسه ويحاول يطمن مراته وهم نايمين بالليل صحية كارلا ودخلت الحمام وتطلب من بلوم انه يكلم جارهم البرت يوقف صوت الاصلاحات الغريبة بتاعت بيته ديه وعمال ينادي عليه بس برضو جاره البرت مسامعه ولا بيرد عليه زيق بلوم لان الساعة دلوقتي خمسة الفجر مستحيل حد عائل يعمل اصلاحات في الوقت ده فراح بلوم يكلم جاره البرت عن طريق مايكروفون البيت بس برضو ما لقاش منه رد وكل اللي بيسمعه هو صوت غريب زي اللي هو وامراته كارلا سمعوه في المطبخ بالضبط حس بلوم بالقلق ويزعق في البرت بصوت عالي من بره انه لو ما بطلش الاصوات دي هيكلم له الشرطة ولما رجع بيته سمع صوت خبط غريب من الحمام ولما راح يتأكد يلاقي دم في كل حتة وامراته كارلا طايرة في الهوى وبتتخبط يمين وشمال وهو مش مصدق نفسه ولا عارف يوقف اللي بيحصل لها ده ومن كتر الصدمة قاعد يصرخ ومش عارف يعمل ايه والشرطة جات على صوت الصراخ وطبعا مش هيصدقوا كلمة من كلام بلوم واتهموه هو بقتل امراته ورحلوه لمستشفى المجانين وفي مرة هلقى بلوم ثلاث اشخاص جايين عشان يساعدوه وهو العجوز على اليمين واسمه اخوان والست العجوزة اسمها مارا هما الاتنين مهتمين بالظواهر الخارقة والعجوز الايصر هو روز بيك محقق في الظواهر الخارقة برضو يقولولوه انهم عارفين انه بريء وهيساعدوه في الحصول على البراءة وهنبدأ يا صديقي نرجع بالاحداث لوراه قبل مقتل كارله وحبس جزه بلوم جار بلوم اللي بيعمل اصلاحات في بيته اسمه البرت وهو قصته ببساطة انه بيسمع اصوات غريبة من شخص عجوز اصلع تحت السرير بتاعه وجرب كل الحلول الطبية لعلاج الاصوات ديه يمكن يكون عنده هلوسات بس فشل وبيحاول يتواصل مع حد من طريد الارواح الشريرة بس فشل كل يوم بالليل كان بيسمع الاصوات ديه تحت السرير بتاعه وبتقوله انه هيموت زي كارلا بالضبط وكل مرة كان بيروح ياخد برشام مسكن عشان يقضي الليلة بدون قلق املا انه ينجح بكرة في الوصول لأحد طريد الارواح الشريرة لانخازه وهو نايم يلاقي الكهرباء بترعش وسمع الصوت تحت السرير ولما يبص ما يلاقيش حاجة ولكن الراجل العجوز الاصلع موجود اصلا ويلاقي ألبرت النور قطع والاصوات اشتدت فراح غطى نفسه بالكامل وعمال بيصلي املا انه مايموتش وفجأة يلاقي الصبح حل عليه ويفرح جدا لما يلاقي نفسه لسه حي هو بس اغمى عليه من امبارح ولما يصحى يلاقي الدنيا كلها من حواليه متبهدلة لكن الصلاوات اللي تلاها بالليل اغضبت الكيان الغامض اللي امرأ به وما بقاش عارف يعمل ايه ولا ايه وراح شغله يكلم احد خبراء طرد الارواح يقول له انه مش هيعرف يجي له وانه لازم يجي له الاول دليل على وجود كيان غامض في بيته عشان طرد الارواح ده يجي له وينقزه وعمال البرت يتحايل عليه بس فشل وكده عليه انه يثبت ان الكيان ده موجود فعلا عنده بس السؤال ازاي هيعمل كده وازاي اصلا لو عمل كده هيخرج من المهمة دي حي وساعتها لما رجع بيته قابل بلوم وقال له انه مصدر الاصوات دي هي اصلاحات البيت بتاعه وده طبعا كان كتب من البرت ويقول له بلوم انه حصل له تشققات في البيت بتاعته بسبب اصوات الاصلاحات بتاعته وقرر البرت يجيب كاميرا ويصور نفسه بالليل وكده هيبقى معاه الدليل على وجود الكيان الغامض ده وراح البرت تركب الكاميرا على الدولاب وشغل وضع التسجيل وهيروح يحاول ينام املا في ظهور الكيان الغامض ليه وبالتالي هيصوره ويقعد البرت يطلو الصلاحات بتاعته املا في الحماية وعمال بيسمع في الاصوات الغريبة واشتدت عليه والليل كمان اشتده هو كمان وفجأة يسمع البرت صوت قوي وده بسبب ان الكاميرا حد وقعها فراح يتأكد منها ويلاقيها مصور الكيان وهو امرأ به وبعد كده دخل الدولاب والبرت مركز في الكاميرا هيكون الكيان خرج له من الدولاب وراه وخطفه قبل ما يطلو الصلاوات والصبح وفيه احد الاطفال بيشرب شوية مياه من قدام بيت البرت والطفل ده اسمه بوتش وفجأة يسمع صوت من البرت وبيقول له انه ماينفعش يشرب من المياه الطفل خاف من الصوت وعمال بيرجع بظهره وهو مش واخد باله من الطريق وقطو بيس فجأة جه وخبطه ومات واختفى البرت وسمع بلوم ساعتها وهو بيصلح التشققات صوت صراخ قوي برا البيت وساعتها الحي السكني كله اترعب وتصدم من الموقف المرعب ده وام الطفل ده اسمها اليسيا وحالتها متدمر على الاخر والحي كله حضر الجنازة معادة البرت اللي اختفى وساعتها اخوان دكتور الطب الشرع السابق ومحلل الظاهر الخارقة الحالي جاله مكلمة بالليل متأخر من رئيس الشرطة فونتس انه لازم يجيله فورا لانه حصل حاجة غريبة وخارقة للطبيعة في بيت اليسيا ام الطفل بوتش اللي الاوتوبيس داسه وقلق اخوان جدا من صوت فونتس المتردد والقلقان وبيقول له انه هيشوف حاجة مستحيل يكون شاف زيها قبل كده والام ساعتها كانت بتشرب سجاير تحاول تخفف من صدمة موت ابنها بوتش وفجأة سمعت صوت جرز الباب وصوت بينادي عليها شبه ابنها بالضبط وعمال بيعيط ومش عارفهم ما دفنوه ليه وتلاقي الام اثار خطوات طينية بسبب ابنها اللي خرج لها من القبر بتاعه وبيكون محلل الظواهر الخارقة اخوان وصل لبيت اليسيا اللي كلمت الشرطة بخصوص عودة ابنها بوتش من الموت محلل الظواهر اخوان مش مصدق نفسه ازاي طفل قدر يرجع من الموت ويحفر من القبر بتاعه تحت الارض ويخرج ويرجع بيته لامه وفونتس الشرطي اصلا مش مصدق نفسه وراحوا لقوا الطفل قاعد عادي خالص وقداموا الاكل ويقول اخوان هم لازم يدفنوه من تاني لان لو حد عارف من الحي هنا اللي بيحصل كله هيقلق ومحدش هيصدقنا والجسة متعفنة ويد الطفل متبهدلة بسبب حفره للخروج من القبر وريحة الموت ما زالت عليه والحد الوقتي لسه ما تحركش خالص والصبح حل عليهم وبيستعد فونتس يدي اليسيا ام الطفل منوم عشان هي مش عايزة تسلمهم ابنها عشان يدفنوه من تاني وفونتس والشرطة مش عارفين يقولوا ايه حتى الام بتتحيل عليهم عشان ما ياخدوش ابنها من تاني بس محدش هيقدر يساعدها واخوان برا البيت يلاقي محللة الظواهر الخارقة الشهيرة ماره بتحلل في الحي السكني كله وحست بطاقة شريرة وقوية في الحي هنا فرح لها اخوان ويعرض عليها تساعده في قصة الطفل بوتش اللي رجع من الموت كجسة هي نفسها اصلا بحكم خبرتها ما شافتش كده قبل كده واخوان عنده امل انهم يحلوا اللغز ده مع بعض ومشكلة فونتس هي هم ازاي هيدفنوا بوتش من تاني في النهار كده والناس كلها كده كده واخد بالها فيطمنوا اخوان ويقولوا انه لازم يتصرف لانهم عندهم شحل تاني وهو معاه ماره الخبيرة وهيحاولوا يحلوا اللغز ده ولازم يخلص كل اللي بيحصل ده في السر عشان سكان الحي ما يقلقوش ولما دخلت ماره البيت لحظة اليسيا الام نايمة بسبب المنون بتاع فونتس وحسد بالطاقة الشريرة حواليها ورائحة الموت والتعفل موجودة في المكان وده بسبب جسط الطفل بوتش وهو دلوقتي دلق كباية اللبن وده دليل انه بيتحرك ويقول خوان انه ساب الطب الشرعي اصلا لما لاقى الجسط في المشرحة بتتكلم معاه وبتتحرك كمان وهو من كتر الجنون ساب شغله وهتم بدراسة الظواهر الخارقة وفيه احد الاطفال اللي بيتسللوا للبيوت عشان يسرقوا الحلويات وعلى حظه الوحش وصل لبيت الطفل الجسة بوتش ولما يحاول يقرب له ويدخل المكان تحصل مفاجأة يلاقي راسه تحركت له فصرخ وجري وراح خوان على صوت الصراخ ولقى شنطة الطفل مرمية فخد الجسة وحطها في تلاجة وقفل عليها كويس عشان ما تخرجلوش من تاني وفاكر انهم كده في امان بس الطفل عمال بيصور فيهم بالتليفون وهيفضحهم كلهم ومش عارفة مارة تحل اللغز الغريب ده ازاي وجالهم فونتس ومستعد ياخد الجسة منهم وهيرمع عليها بالمرة اسمنت عشان ما تخرجش من تاني زي الاول المشكلة انهم بيسمعوا صوت صراخ وبوكاء من الطفل ده جوة تلاجة ومش عارفين ايه اللي بيحصل معهم ده واخدوا فونتس ودفنوا خلاص ونرجع تاني لبلوم وفريق المحللين بيقولولو انهم هيقسموا نفسهم لتلات مجموعات هيكون فيها فونتس مع روز بيك في بيت البرت المختفي وهيروح خوان في بيت بلوم وهتروح مارة لبيت اليسيا لان التلبيوت دول حصلت فيها ظواهر خارقة وهيرقبوا كل حاجة بتحصل هناك بالليل املا انهم يحلوا اللغز ده وبالتالي يثبتوا براءة بلوم من قتل مراته مش مصدق نفسه الشرطي فونتس من اللي بيحصل له ويقول لروز بيك انا مش حملي المهمات الخطرة دي انا واحد خلاص هتقاعد قريب من الشرطة بسبب مرض القلب اللي عندي فيطمنوا روز بيك ويقولوا انهم بيحاولوا يوقفوا الكينات الشريرة اللي هنا من احداث المزيد من الضرر للناس هنا في الحي واخوان في بيت اليسيا بيتطمن على مرة هناك بيسمع مكلمات مسجلة كتيرة بخصوص الفيديو اللي الشاب الصغير صوروا ليهم وهم معهم الجثة وكده المهمة بقت خطيرة جدا لان لو الشرطة لعت الموضوع كبر هتتهم فريق محلل الظواهر بكل القلق وكده لازم عليهم اثبات الكينات الشريرة اللي هنا لانقاذ انفسهم من السجن وفونتس مع روز بيك في بيت البرت المختفي حسوا بحركة حواليهم وروز بيك بيتأكد يلاقي فجأة سكينة طعنته والدم بيتشفت منه ولما يروح فونتس يشوف مين بيعمل كده ملقاش حاجة ومقدرش يضرب نار عشان بقى الجيران ما يحسوش بيهم وراح روز بيك يعالج نفسه ويطلب من فونتس يروح ينظف مكان الدم عشان ما يبقاش لهم اثار هنا بس المشكلة ان فونتس لها اثار خطوات بالدم موجودة في المكان ومن هنا حس بالقلق وضربات قلبه عمالة بتزيد وقرر انه لازم يمشي من هنا بسرعة وهو مش هيقدر يكمل المهمة فراح يكلم اخوان صديقه من 15 سنة ويقوله انه مش هيقدر يكمل معاهم وهيمشي بس المشكلة ان اخوان باصس عليهم من بيت بلوم مش شايفه اصلا وعمال بيشوف الكيان العجوز الاصلع اللي خطف البرت وفجأة يجي الكيان ده ويهجم على اخوان والمكالمة تقطعت مع فونتس حاس بالخوف ويقول لروس بيك انه هيمشي من هنا خلاص وهيروح يتطمن على اخوان قبل ما يمشي ويتصدم فونتس لما يلاقي الكيان الاصلع العجوز ظهر لهم من تحت سرير البرت وفجأة هجم على روز بيك وخطفه وجيري فونتس منه بسرعة وراح لاخوان في بيت بلوم وسمع صوته جوه الدولاب ولما راح يكسر فيه يتصدم لما يلاقيه محبوس جوه ومش عارف ازاي وعينه مصابة ومليانة ازاز مكسور وبيترجاه يساعده بس خاف فونتس وراح لماره يمكن تعرف تساعد خوان ويلقي ماره اصلا قاعدة قدام التشققات في نفس البيت بتاع بلوم وبتتكلم كلام غريب انهم كلهم هيموتوا والكيان ده بيتلعب بهم كلهم ومش عارف فونتس هي ازاي سابت مكانها في بيت اليسيا بالسرعة دي وفجأة حاجة تسحبها للتشققات في الحائط وتصدم فونتس ومن كتر الضغط والقلق وكمان هو مصاب بالقلب ضربات قلبه زادت واغم عليه فق فونتس من الاغماء ومش عارف هو ازاي بعد كل ده لسه حي ويحس بحركة غريبة حواليه وفجأة الكيان الشرير موجود وخاف فونتس وهرب لبرا البيت بسرعة ويلقي اليسيا موجودة برا وبتقوله انها كسرت في الاسمنت وحررت ابنها برضو تعب فونتس من الجنون ده وراح على عربيته ولما يجي يمشي من هنا هيلاقي فجأة الكيان بيحاول يهجم عليه بس يهرب منه بسرعة وخرج من الحي السكن المرعب كله وعمال بيفكر يعمل ايه الاستسلام مش الحل خصوصا ان اخوان وماره وروس بيك خلاص الكيان الشرير سيطر عليهم والشرطة هتعرف كل حاجة وهو اللي هيشيل الطهم لوحده فقرر انه يجيب بنزين ويروح يولع في البيوت التلاتة اللي الكيان ظهر فيهم املا ان اللعنة تنتهي ولما دخل البيت لا اليسيا انتحرت عشان تحصل ابنها في الموت ولما يجي فونتس يولع في البيوت فجأة جاله اخوان وطف الكابريد بس راح فونتس وضرب نار ولع في كل البيوت واتفاجئ بلوم بمحققين جوداد وصلوله ويقولوله ان اثبات محلل الظواهر الخارقة لبرقته فشل خلاص واصلا فونتس ولع في البيوت كلها ولع فيهم وسلم نفسه لينا ومصدوم بلوم ويقولهم محدش هيقدر يوقف الكيانات الشريرة دي واي حد هيعترض طريقها هيموت وما بقوش المحققين عارفين يعملوا ايه مع بلوم وكده لحد الوقت ما زال هو متهم في جريمة قتل امراته وهيقضي حياته في المصحة النفسية لمزيد من الافلام هتلاقيهم على القناة وهسيب لك قوائم تشغيل ليهم في الوصف تحت الفيديو